كيف كانت رحلتك دكتور من شمال القطاع إلى جنوبه؟ وكيف كان يتعامل جنود الاحتلال مع المدنيين النازحين خلال توجههم إلى جنوب القطاع؟ أنا في حياتي مررت بكثير وأتم اعتقالي سابقا من الاحتلال في عام 1989 لكن أنا لم أرى في حياتي أصعب من الموقف بمروري بهذا نحن نسميه ممار الموت اللي وبين غزة شمالا وجنوبا وضع الاحتلال مثلا ماء الدبابة وكم هائل من جنوده حتى من يمر يمر من خلالها مريت أنا وعشرين ألف هناك وما رأيته بعيني رأسي أنه طبعا عندهم كاميرات تتعرف على الوجوه فبينها يا زاهر تعالي يا فلان تعالي يا فلان تعالي بدا أبدأ في قسم النساء ماذا يفعل المتحجبات اشلع يعني أزيل عن رأسك بعدين افتح العباية يعني بأسليب تتنفم على الأخلاق وطيب تعالي وبعدين الله أعلم ماذا يفعل بها وكيف وإين تذهب ويأتي للشباب يطلب منه فورا يعني استلام الشاب هذا أمامنا مش مكانتان يعني يطلب منه خلع ملابسه كاملة مع ذغياره الداخلي ويلقيه على الأرض ويعني يقيد للخلف ويترك وبعضهم يأخذ لحفرة كانت موجودة في نفس المكان ويقتل في نفس المكان أنا لم أرى هذا بس من ورائي ومن قبل رأى هذا المكان يأخذ لها حفرة ويقتل في ميدانيا المكان هذا من الرعب بمكان إنه الإنسان لازم يمر وإن طلب منه أن يرمي جوازاته ويرمي فلوسه طبعا سرق بالألاف إن لم يكن بالملايين من الناس فكمية المرتزقة التي تدير هذا المكان غير طبيعية وكلهم تحت بنده أحد دعونا نبطش بهؤلاء الغلاب المري طبعا لا يفرق كبير ولا صغير ولا أحدهم معروفة قصته يعني تصوروا جنبه ومشوا معه واحترموا وبعد مترين تم تصفيته فممر الموت هذا ممر لا يوصف يعني ليس له مثيل في الكرة الأرضية ممر غدر ولازال بالمناسبة قائمة والقنص لازال قائمة ترجمة نانسي قنقر